الرديو تسعين تسعين هواها مصر لعلهم يفقهون مع فضيلة الشيخ خالد الجندي على الرديو تسعين تسعين أرى العباد اليوم تفرق ودميرا بالظلم تحجرت مهما بكو استغفر وتصدق لا هذا يغني عن قلوب تفرقت يا رب كل الناس اشرح صدور الناس لعلهم يتقون لعلهم يرجعون لعلهم يفقهون ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخوات الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون احنا على راديو تسعين تسعين والاس ام اس بتاعنا واحد تسعين تسعة اقوله كمان مرة واحد تسعين تسعة اي رسالة كده وانت على الموبايل تبعتهن على طول احنا ان شاء الله باذن الله حنتفاعل ونتعامل ولرسائلكم كل الاحترام والتقدير هنخصص الحلقة دي عشان نرد على الرسائل اللي حضراتكم بعدتوها والرسائل اللي احنا مرضناش عنها في الحلقة السابقة وبنعتبرها دين فرقابتنا وأمانة فوق عينينا اهلا وسهلا بيكم وارجو من الله سبحانه وتعالى ان احنا نستمتع مع بعض بهذه اللحظات الطيبات المباركات وان شاء الله باذن الله تبقى ايام جميلة ومباركة علينا وعليكم قبل لمامشي خطوة واحدة عاوز افكركم بالرقم بتاعنا اللي بنقوله في كل حلقة 62 يا طرق 62 ده 62 يوم على رمضان 62 يوم على المغفرة 62 يوم على العفو 62 يوم على الجود والصفح والاحسان 62 يوم وربنا سبحانه وتعالى يتولانا ويتولاك بالعفو والمغفرة والجود والكرم والعطاء والمن 62 يوم وسوق البر يتفتح 62 يوم وتنزل الملايكة علشان تسجلك انك في عداد المغفورين المكرومين افتكر كويس اوي في الايام اللي فاتت في كام رمضان فات علي وعليك ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر افتكر كويس اوي ان لو ربنا بلغنا رمضان يا رب بلغنا رمضان وعلمنا فيه الجودة والاحسان واجعلنا فيه من اهل القرآن افتكر كويس اوي ان لما رمضان ده حييج علينا حنكون فاكرين ناس كانوا في رمضان معانا اللي فات وخسرناهم ماتوا انتقلوا الى الله سبحانه وتعالى لو كلمنا اهل القبور وردوا علينا كانوا حيقولونا ياريتنا كنا معاكم ياريتنا كنا ناخد ليلة واحدة من ليلة رمضان اعتقد ان كل واحد مات ندمان على يوم من عمره فات في رمضان ندمان على وقت رمضان اضاء دمه سلسل او اغنية او لهو او قعدة اهوة صدقون يا جماعة الاي يوم اللي بيروح ما بيرجعش ما من يوم تشرق الشمس فيه الا وينادي اليوم ابن ادم يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني اذا ذهبت لا اعود الى يوم القيامة زي الشعر ما بقول انا لنفرح بالايام نقطعها وكل يوم يدنينا من الاجل حتعمل اف دنياك يقول صلى الله عليه وسلم العبد بين مخافتين بين اجل قد مضى لا يدر ما الله قادم فيه وبين اجل قد اتى لا يدر ما الله صانع به اللي فات يا طرح هيتغفر ولا لا عشمانين في رحمة ربنا عشمانين في كرم ربنا تاب واللي جاي هتكون اخبار ايه عندك وقت تاني تضيعه عندك وقت تاني تهمله عندك وقت تاني تهدره تعال كده احسب اوقات حياتنا واوقات ساعتنا انا بقول لو افترضنا ان واحد عنده سبعين سنة وافترضنا ان انت واقف جنب الاتنين الملايكة علشان بتحسبوا العبد ده عشان تشوفوا الراجل ده عمل ايه حان اعتقد يا سيدي انك انت واقف تتفرج الملايكة لما يجوا حسبوك واحد مات عنده سبعين سنة قول شيل منهم عشر سنين كان طفل عيل خلاص يبقى العشر سنين تشالوا من السبعين فضل عندك ستين الستين اللي موجودين دول حضرتك بتنام في اليوم الواحد قد ايه معدل ساعات النوم الطبيعية ثمن ساعات للناس اللي بتنام يعني ثمن ساعات ثمن ساعات في اليوم واليوم كله على بعضه اربعة وعشرين ساعة عارف معنى كده ايه يعني تلت اليوم انت نايم ثلاثة في تمانية باربعة وعشرين ثلاثة في تمانية باربعة وعشرين إذا كان تلت اليوم حضرتك نايم يعني معنى ذلك أن تلت الستين أنت نايم تصور حضرتك تلت الستين يبقى كام عشرين أنت سمع الرقم أقوله لك كمان مرة والله العظيم عشرين عشرين إيه عشرين ساعة يوم عشرين سنة عشرين سنة نايمين آه دي مش محتاجة أي بقى فكاقة يعني مش محتاجة كالكوليتر تحسبها إحنا قلنا تلت اليوم نوم يبقى تلت الستين عشرين يعني أنت نايم عشرين سنة عشرين سنة على المخدة عشرين سنة تحت الكوفيرتا عشرين سنة قاعدين نغط في نوم عميق يبقى قادي من غير ما نبدأ لسه ولسه ما تكلمناش ضع مني ومنك قد إيه تلاتين سنة خد بالك ده على فرض إن إحنا موتنا عندنا سبعين سنة ربنا طاول أعمار كل اللي عنده سبعين وعنده تمانين ويكتر أخيركم ويكتر عمركم إنما في الطاعة يا رب من غير ضراءة مضرة ما هو بيني وبينك الواحد لو كبر وكانت عنده أمراض يبقى قلتها أحسن مش كده ولا إيه مش عايزين يكون عالى على حد كانت أم الله يرحمها تقول كلمة كده تقول إيه يا رب يوم نزاع ويوم وداع والله يا جماعة وأنا صغير طفل صغير كنت تسمحها بتقول كده الله يرحمها وقول يعني إيه يوم نزاع ويوم وداع كانوا ناس عندهم عزة نفس كانوا ناس ما بيحبوش يكونوا تؤال على حد صحيح ربنا يشفي كل مريض وما يحوك حد لحد ويحسن ختامنا يا رب فارجع مرجوعنا لو افترضنا واحد مات عنده سبعين سنة عشر سنين تفولة عشرين سنة نوم قدت تلاتين سنة من أصل سبعين راحهم راحهم ضاعهم مش هتتحاسب عليهم انت أصلا أصلا مش هتتحاسب عليهم لأن حضرتك يعني ما كنتش مدرك وواعي ومكلف خلاص طب نيجي بقى فاضل قدي عندنا عندنا عم الشيخ أربعين سنة تعال بقى حضرتك للاربعين سنة دول لو بصنا في الاربعين سنة دول تفتكر حضرتك قعدنا قدي ايه فيهم عشا في طار وغدا وعشا فطار وغدا وعشا قدي ايه ما تيكم كده يعني بيستهلك وقتك في اليوم أكل قدي ايه ها خد بالك جمع فطار على غدا على عشا يا سيدي أنا راضي في الاربعين سنة دول بخمس سنين أكل خلاص اتبقى عندنا خمسة وتلاتين سنة هنبدأ نحسبك عليهم الخمسة وتلاتين سنة دول يا ترى فيهم حمام قدي ايه يلا يا عم خش كمان نقول خمس سنين من الخمسة وتلاتين اتبقى عندنا تلاتين سنة حلو قوي التلاتين سنة لفضل لنا دول شوف صفصفت على ايه يا خبر بيض من أصل سبعين التلاتين سنة اللي موجودين عندك دول بقى تعالنا وانت نشوف حناخد منهم ايه تاني نستقطعوا يا ترى زكرت اقد ايه عشان تاخد شهاداتك عملت زكر في كيميا وفيزياء وهندسة تحليلية وميكانيكا واستاتيكا واحساب مسلسات فاكرين المواد اللي كنا ندرسها واحنا طلاب شغلانا كبيرة جدا يعني درسنا حياتنا في دروس خصوصية وفي دروس خاصة ودرسنا ودرسنا وحفظنا ومشينا وفهمنا وحفظنا ورجعنا وامتحننا واضطربنا ودخلنا في لجان قدي ايه تدي دراسة قدي ايه يا عسيدي انا حقول لك على حاجة قدي 15 سنة اهو يعني انا مدي اقل مدة تعليم قدي 15 سنة من اصل كم سنة عندنا كانوا 30 اتبقى عندنا 15 اللي حنتحاسب عليهم 15 سنة اتفضلوا يا ملايكا حنحاسب على 15 سنة بنبص لقينا لا ده فيه وقت ضايع تاني على رد التليفونات ولا ايه رأي حضرتك يا ترى حضرتك كنت موط راسك قدي ايه وانت بتتفرج على الواتس او بتتابع تويتر او بتقرأ الفيسبوك او عمال يا ترى وقت قدي ايه عمال حضرتك انا يعني انا عاوز اقول لحضرتك اقل واحد فيه انه بيقعد ساعتين في اليوم على الاقل يقعد يقل في التليفون طب بترد على التليفون قدي شوف عداد التليفونات بتاعتك انت عامل كم مكلمة شوف عدد المكلمات قدي ايه الناس بتتكلم وهي ماشية وهي نايمة وهي رقب المترو وهي ماشية في الشارع الفلاح وركب الحمارة في الغد دلوقتي بمؤسك الموبال عمال يتكلم فيه الناس بتتكلم وهي سايقة الناس بتتكلم وهي في التواليت في اكتر من كده حاجة كله حطت التليفون على ودنه وبيتكلم الناس دلوقتي التليفون بقى جزء اللي هي تجزء الموبال جزء اللي هي تجزء من حياتهم فلو عندك 15 سنة حديك منهم تليفونات قدي ايه خد منهم 5 سنين كمان انا راضي اتبقى عشرة طيب فرج على مورات قدي ايه اتفرقت على كم برنامج اتفرقت على كم فيلم وقفت تستنى كم مرة المترو وكم مرة تاكسي وكم مرة أوتوبيس اتكلمت مع صاحبك قدي ايه اقولك ايه تصدق وتأمن بالله لو المولى سبحانه وتعالى خد من حياتك دي كلها سنة سنة لو الملائكة تلعت بسنة من حياتك اللي طولها دي 70 سنة اقسم بالله هتبقى انت والي من اولياء اله الصالحين عاوز حاجة تاني هتبقى والي لو انت قضيت سنة من اصل 70 وجاي تقول لي يا مولانا سعى القلبك وسعى الربك طب انا موافق مش عاوزين كلام انا موافق سعى القلبك وسعى الربك انت حتديني 12 ساعة الربك في اليوم انا بقول لك انت لو ديتنا سنة من خلال 70 سنة علشان تعبط فيهم ربنا وتصلي فيهم لله من غير ما تتعجل من غير ما تستعجل من غير ما تكاروت من غير ما تكلفت يبقى انت والي من اولياء اله الصالحين لو قضيت في حياتك دي كلها على بعضيها سنة عرفت بقى هميت رمضان رمضان دوت معسكر تدريبي نفرق فيه القلوب ونصلح فيه العقول وفيه نرجع الى الله ونتوب ونتخلص الى الله عز وجل من كل انواع الزنوب فرصة نهد انفسنا فرصة نتخلص من شهوتنا فرصة نلتقب اروحنا فرصة نصالح نفسينا على نفسينا ساعتها حينادي منادي من السماء استلح العبده على مولاه استلح العبده على مولاه استلح العبده على مولاه صدقني أنا نفسي نفسي إنكم اضايعوش وقت اعتبر الاثنين وستين يوم اللي فضلين على رمضان دول معسكر بجد عشان تجهز لرمضان وانت فيتنس وانت جاهز وانت عندك لياقة بدنية وعقلية ربنا يقول وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له حقولها لك الزيتاني وانيبوا إلى ربكم ارجع لله ارجع لله لأن انت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وانيبوا إلى ربكم وأسلموا يعني ارجعوا ارجعوا ارجع لله سبحانه وتعالى فضي قلبك مما سوى الله افرغ قلبك مما سوى الله سبحانه وتعالى وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون مع فضيلة الشيخ خالد الجندي وارجعنا لكم مرة تانية بفضل الله سبحانه وتعالى وعاوز أفكركم بقى بالتفسير اللي إحنا عملين يفسره لمعاني صور القرآن الكريم أو قصة كل صورة في القرآن الكريم زي ما إحنا متسلسلين بالتسلسل بتاعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وأعتقد أن إحنا كنا مستمتعين جدا في الأيام اللي فاتت لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وقلنا سبب النزول أو قصة صورة الفاتحة وبعد كده قلنا قصة صورة البقرة وبعد كده العمران وبعد كده قصة صورة النساء وبعد كده قصة صورة المائدة وبعد كده قلنا قصة صورة الأنعام وبعد كده قلنا قصة صورة الأعراف وبعد كده قلنا قصة صورة الأنفال وبعد كده قلنا قصة صورة التوبة يا ترى عرفتوا طبعا الصورة اللي احنا حنشتغل فيها النهاردة وحنعرفها ونحن نتكلم عنها صورة نبي كريم صورة نبي عظيم صورة نبي لو ما كان عند الله سبحانه وتعالى صورة نبي ربنا سبحانه وتعالى ووضعه فيه امتحان وامتحان كان شديد وصعب انا بيني وبينك ما اعتقدش ان فيه واحد ممكن يمر بهذا الامتحان زي هذا النبي الكريم عليه سلام الله النبي اللي كان سيدنا النبي بيفتخر به وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيبعث له السلام وكان هذا النبي عنده حادثة عجيبة غريبة سميت الصورة باسمه يا ترى مين ده سيدنا يونس عليه السلام بالله عليكم لاحظتوا نطق الكلمة بيزاي بيتنطق ازاي يونس عاوزك تركز ان فيه اتنين انبياء يوسف بلازم تضم السين يوسف ويونس ما تقولش يونس ويوسف احنا عندنا باللهجة المصرية بنكسر السين وبنكسر النون بنقول يونس يوسف ده غلط اسم لازم تضم النون والضم السين يوسف ويونس ويونس وعشان بس الغلط ما تكررش عاوزك تعود ولادك على النطق الصحيح للكلمة ما تتهونش فيها في بعض الناس يقولك ايه ما تيجي نرى صورة البقرة البقرة في حاجة اسمها البقرة اسمها البقرة البقرة كده اسمها البقرة تقول لا اسمها البقرة مش اسمها البقرة واحد يقولك ايه تعال تعال بقولك ايه ما تيجي نرى آية الكرسي كرسي كرسي ايه اسمها الكرسي آية الكرسي واحد يقولك ايه ما تيجي نرى الفتحة الفتحة انا روح اموتنا نقوله فيش حاجة اسمها الفتح الفتحة دي في الجاكت في الاميس في العرض انما اسمها الفاتحة ولازم تكون عندك دقة مع الناس يعني يعني لازم نتشدد في ان الناس تنتقل كلمة صح لده قرآن ما ينفعش يتقرى بالفهلاوة ما ينفعش كل واحد يتقرى بالكيف يا جماعة في فرق بين قراءة القرآن وقراءة الجرنان قراءة الجرنان قراءة اي طريقة انت عاوزها انما قراءة القرآن لازم تتقرأ تقرأ وبعدين بقول لكم ايه ده 62 يوم على رمضان لازم ندرب نفسنا من دلوقتي عشان ندخل على رمضان بكم ختمة كده نبقى معطارين المحل زي بقولهم زيتين العتبة زي بقولهم شحمين المطور يعني نكون قادرين ان احنا نستقبل رمضان عشان بلاش عشوائية العبادة اللي احنا بندخل بيها كل مرة على رمضان وبيفلت مننا وكل واحد يتخيل قبل رمضان ان هو حيقطع السمكة ودلها ومن اول خمس ايام الترس على انه قاعد بيتفرج على مذكرات الرقاصة اللي عاملها ببرمامج في خصة حياة رقاصة هي دي المشكلة انا بكلمكم بجد يعني هتتحول لمسلسلات ودراما يعوض عليك ربنا حرامي رمضان الدراما دي حرامي رمضان هتقدر تحمي رمضانك احمي رمضانك احمي رمضانك رمضانك عندك انت هتقدر تحميه انك انت تتجه الى الله عز وجل وتلتزم اهلا وسهلا بيك مش هتلتزم انت اللي هتدفع تمن ده وحيكون تمن ده غالي جدا ان العمر ساعة والنفس طماعة فعلمها القناعة واجعل حياتك لله طاعة اوعى تسلم نفسك للطرف وللحياة في شهر رمضان المفترج اللي بنشحاته من ربنا اللي بنترجى من ربنا خليك جد ربنا يقول يا يحي خذ الكتابة بقوة واتيناه الحكمة صابية يا يحي خذ الكتابة بقوة يعني خليك جد وانت بتتعامل مع منهج الله سبحانه وتعالى وربنا يقول وظهر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا انت حر انت انت اضرب نفسك المهم تعالى بقى لسورة يونس طبعا عرفنا ان السورة يونس كده ترتبها في المصحف ايه ترتبها العاشرة يعني نزلت الرقم عاشرة في او موجودة في المصحف عاشر سورة من اول سورة الفاتحة البقرة العمراني النساء المائدة الانعام الاعراف الانفال التوبة بعدين على طول جات سورة يونس سورة يونس دي عددها كم اية هم مية وتسعة اية مية وتسعة اية المية وتسعة اية دول كلهم نزلوا في مكة يبقى السورة دي سورة مكية ولا مدنية لا دي سورة مكية احنا عرفنا الفارق ما بين المكي والمدني المكي بيلاقي اياته بتكون قصيرة مش ايات طويلة المدني ايات طويلة المكي على طول بقول يا ايها الناس يا بني ادم بتلاقي المدني بيتكلم بطريقة تانية يقول ايه يا ايها الذين امنوا لو قال لك يا بني اسرائيل اعرف انها ايها مدنية لانه بني اسرائيل اللي هم اليهود كانوا موجودين في المدينة انما لما قال يا ايها الناس يا بني ادم هو بيتكلم الناس بتوع مكة طيب هنا بقى بنشوف احنا قلنا ان هي مية وتسعة آية طب سميت ليه بكده سميت هذه الصورة صورة يونس لانه ده تكريم لسيدنا يونس على فكرة ولقوم يونس او قوم يونس دول بقى اللي كان سيدنا يونس غضبان منهم وكان زعلان منهم وكان سيبهم معتقد ان دولة مش هيبقى فيهم خير ولا هيبقى فيهم راجع درس درس قاسي سيدنا يونس عليه السلام لما ساب قومه وهو غضبان بسبب كفرهم وعينادهم واستبدادهم وخلافه المهم سيدنا يونس عليه السلام راح رايح فين يا مولانا عدى على البحر عاوز يروح بقى مش عاوز يعطل وقته احساسك بيكون سيء قوي لما بتعرض سلعة غالية وتلاقي اللي قدامك مش مهتم بيها عارف احساس الجواهرج لما واحد يقوله ايه ايه الفصل البلاستيك ده وهو بيورينه حتة الماظ احساسك ايه لما تيجت واحد جيب لك جيالك هدية ساعة قيمة مثلا من زوات الالوف ساعة قيمة كده وبترى واحد صاحبك بيقولك ايه ده دي بتتباع في العتبة بتلاقيها بعشرين جنيه مش بيجي لك احباط الا انه اللي مايتمناكش عارف لما انت تكون حاسس بنفسك انك انسان مخلص وواحد مايتمناكش صح عارف لما تكون في وسط ناس هم زهدين فيك ومش عاوزينك عارف لما تكون في وسط ناس انت حاسس ان هم مش مهتمين بيك عارف لما تلاقي نفسك بتعرض بضاعة لواحد مش مكترس بيك اساسا هو ده الاحساس اللي جاه لسيدنا يونس من قومه لما صدوا عنه وبعدوا عنه وعشان كده ربنا بيشجع النبي في اول البقرة لو انت فاكر ربنا بيقول للنبي ايه هون عليك واوع تيأس واوع تتعب ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون خطم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابو الصريم وشاء والاخر ايه فانا عاوز اقول لحضرتك انه ده بيعطي سلوان للنبي صلى الله عليه وسلم عزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تربية ايمانية لسيدنا العاصم المعصوم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وده اللي عاوز اوصله لك اوع تيأس طالما انت بتعمل لله ما لكش دعوة بالعباد من كان مع الله دام واتصل ومن كان مع غير الله قطع وانفصل درس يونس ده درس مهم جدا ورح سيدنا يونس انما سيدنا يونس خده لك ان ربنا بيقول عنه في القرآن ايه بقول وذنون النون اسم من اسماء الحوت باللغة العبرانية القديمة وذنوني الذهب مغاضبا الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين انت خدت بالك من الكلمات بتاعت الاية لما بيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يعني ايه؟ يعني معناها ان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ان سيدنا يونس ما كانش خارج مغضب لله اوعى تظن ان كان سيدنا يونس اغضب الله سبحانه وتعالى لا لا حشى لله بقى النبي حيغضب ربنا ربنا يقول وذنوني الذهب مغاضبا يلا جماعة ركزوا معي مغاضبا يعني القرآن ما قالش عن يونس انه وذنوني الذهب مغضبا لا المغاضبا وذنوني الذهب مغاضبا الاهدي في سورة الانبياء في الآية سبعة وتمانين وذنوني الذهب مغاضبا مغاضبا بتيجي على وزن مفاعلا يعني كانه مشاركا يبقى سيدنا يونس ذهب وهو يشارك الله في غضبه على الكافرين انما لو تشالت الالف يبقى سيدنا يونس حشا حشا سيدنا يونس بيغضب الله وسيدنا يونس لا يغضب الله ما فيش ناب بيغضب الله الآية ما قالتش وذنوني الذهب مغضبا لا قالت مغاضبا يعني غضبان لغضب الله غضبان علشان ربنا غضبان الذهب مغاضبا فظن دي بقى مولانا معنى عالمة ايقنة تأكد خلاص الظن هنا في القرآن بيأتي بمعنين مرة بيأتي بمعنى الشك زي وان الظن لا يغني من الحق شيئا ومرة يأتي بمعنى اليقين زي وظن انه الفراق والذين ظنوا انهم ملاقوا ربهم فذنوني ربنا بقول وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني ايه نقدر عليه وحيقول لك ايه ده معقول نبي وكان فاكر ان ربنا مش هيقدر عليه اعوذ بالله حاشا لله لازم تبقى عندك حسن ظن بالانبياء ام الما معنى فظن أن لن نقدر عليه معناها يا مولانا فظن أن لن نضيقها عليه لان كلمة نقدر معناها نضيق نقدر يعني نضيق زي ربنا بيقول واما اذا مبت له فقدر عليه رزقه اي ديقه عليه خارج وهو شايف سعة ربنا ورحمة ربنا واللي عشمان في ربنا مش هيطرك ربنا واللي طمعان في رحمة ربنا مش هيخيب ظنه ربنا يا رب يفسح علينا يا رب وسح على كل مضطر وكل محتاج اقضي ديوننا اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين لعلهم يفقهون مع فضيلة الشيخ خالد الجندي ورجعنا لكم مرة تانية على برنامج لعلهم يفقهون واحنا على راديو تسعين تسعين والاس ام اس بتاعنا زي ما اتفقنا واحد تسعين تسعة ربنا يا رب يعلننا وفقهنا ولسه في هذا الحدث العظيم حدث سورة او شرح لمعنى سورة يونس سبب نزلها وليه نزلت وعلى من نزلت وهل هي مكية ولا مدنية قلنا انها مكية وشرحنا انه سيدنا يونس في حد ذاته هو معجزة تخيل حضرتك بقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يبقى قلنا فظن ان لن نقدر عليه يبقى ايقن ان الله لن يضيقها عليه يقدر يعني الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر يقدر يعني ايه يعني يضيق ربنا بيضيقها على ناس وبيوسح على ناس اختبار لدول واختبار لدول المهم يقدر يعني ايه يعني يقلل يضيق فسيدنا يونس كان عارف ومتأكد ان ربنا مش حيضيق عليه فربنا بيقول فنادى في الظلمات ما قالش في ظلمة واحدة لانه كان ظلمة كانت عند يونس تلاتة ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت على فكرة كانوا بيقولوا عن معجزة يونس يقولك ما هو القبر الذي صار بصاحبه فكنا نرد نقول حوت الذي ابتلع يونس عليه السلام فتخال انت سيدنا يونس رجل كان كبير ومسن وجد نفسه داخل شيء هلامي كبير بيبتلعه كفاية الموج والاستفاعه كفاية البحر كفاية ايه الفازع ده ايه الموقف المرعب ده الجو كله صواعق وبرق ورعد ومطر وسيول وليل دامس كحل ليل غطيس وموج عالي الموج زي الجبل الموجة كأنها جبل وينزل في غياه بهذا الموج ليجد حوت موجه إليه الأوامر العليا من الله ان ابتلع هذا العبد الصالح ايش يكون حجمه في وسط حجم الحوت اللي عامل زي الجزيرة العائمة المتنقلة يبلع الحوت سيدنا يونس سيدنا يونس مش عارف هو دخل فين لقى نفسه فيه تخيل بقى والجمال انه يعني الاتساع بتع بطن الحوت سامح بوجود نسبة اكسجين سامحت ليونس انه هو يتنفس وانه يفضل زي كأنه نصه الفؤاني فوق مستوى الموجود فيه في بطن الحوت فيقدر يتنفس وما يدخنقش انه ما يجد نفسه في وسط ايه وصارات معادية خطيرة يعني كأنها ميت نار ويعارب بقى الخملات بتاعت الامعاء بتاعت بطن الحوت وشيء لذج منتش عارف وظلام ايه اللي بيخبط فيك وايه اللي بتلمسه وإيه ديك وايه الريحة دي وايه المكان دا وايه الظلام دا ولم ينقطع امل في الله ولم تنقطع ثقة في الله ولم ينقطع يقين في الله ولم ييأس من روح الله ولم يقنط من رحمة الله ولم تضعف عزيمة في الالتجاء الى الله اي عبد هذا اي موقن هذا اي يقين هذا نامت اعين وصهرت عيون في امور تكون او لا تكون فاطرد الهم عن النفس دائما فحملان الهموم جنون ان ربا كفاك بالامس ما قد كان سيكفيك في غد ما قد يكون رسالة يونس هي رسالة لكل يائس رسالة الكل مديون وفاكر ان دينه مش هيتفك رسالة الكل مريض وفاكر نفسه مش هيخف رسالة الكل مهموم وفاكر ان همه مش هيمشي دعي الامور تجري في اعنتها ولا تنم الا هادئ البالي ما بين طرفة عين حتى استكانتها يغير الله من حال الى حالي افتكر ان ربنا بيقول عن سيدنا يونس فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين شفت الفضل والكرم شفت العطاء والجود من الله سبحانه وتعالى شفت كرم ربنا على سيدنا يونس لما ربنا سبحانه وتعالى اكرموا وانقذوا واطلعوا من هذا المأذق او اخرجوا منه من هذا شف لما ربنا بيقول عن سيدنا يونس في سورة الصفات انا قلتلك ايات سورة الانبياء اللي اتكلمت عن يونس تخيل لما ربنا اقول وان يونس لمن المرسلين هنا بقى الايات بتتكلم فين في سورة الصفات الاية 139 وان يونس لمن المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشحون شف لما قللك ابقى يعني هرب من سيدي دي لا تقال الا للعبد الابق اتقلت عن يونس ليه عشان ربنا يفهمك انه عبد لله بيكرامه سيدنا يونس ما خراكش عن عبودية الله اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم عمل ارعى دخل فيها فكان من المضحضين فساهم يعني لما احاطت الامواج العظيمة عمل ارعى عشان يخففوا الحمولة خوفا من الغرق فكان يونس من المضحضين يعني من المغلوبين فالتقى ماهو الحوت وهو مليم يا سلام على التعبير القرآني يعني القيه في البحر فابتلعوا الحوت وهو يولام انما ما اخطأش ده لانه حسنات الابرار سيئات المقربين يا مولانا فالتقى ماهو الحوت وهو مليم اسمع بقى اللي جادي شوف فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وتصدر الاوامر الالهية في غياه بتلك الظلمات اللجية الى ذلك الحوت ان افرغ ما في بطنك الفذ نبي الله الفذ هذا العبد اخرجه من بطنك لان لبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقي مريض عليه السلام وانبتنا عليه شجرة مية قطين عارف نبات القرع ده هي شجرة وراءه عريض راح اتمظل الله ربنا سبحانه وتعالى جبهاله وعلاج وعلاج تداوية هو بعشاب معين وانبتنا عليه شجرة مية قطين وارسلناه الى مئة الف او يزيدون يا سلام على كرم الله ارسلناه الى مئة الف من قومه عملوا ايه امنوا فامنوا فمتعناهم الى حين يا سلام على العظمة وعلى العطاء اوعى تيأس ابدا من رحمة الله اوعى تيأس اوعى تعتقد ان ربنا تخلى عنك اوعى تعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى لا يسمعك ولا يراك اقتدف سيدنا يونس وخل عندك نوع من الايمان والتفويد خل عندك ايمان وتفويد لله سبحانه وتعالى عموما سورة يونس من السور المكية زي ما قلنا واحنا قلنا ان الايات بتاعتها كام هي مية وتسع آية تمام المية وتسع آية كلهم بيدوروا حول اثبات المعاد واثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى ونافي الشرك والشريك المهم سورة يونس السورة الكريمة المكية كانت بمتنوعة الاسليب ومتنوعة الاداء وعاوزك لما تقرأ سورة يونس تشوف السورة وربنا فيها بيحكي لك ان هو يدعو الى دار السلام ان ربنا بيهدي الى من يشاء الى صراط المستقيم لما تقرأ في القرآن في السورة يونس الآية الجميلة العظيمة اللي كلنا بنرتحنا ما بنسمحها للذين احسن الحسنة وزيادة شوف العظمة بتاعة سورة يونس السورة يونس دي مهما حكيت لك اولا السورة خد بالك بتبدأ بألف لا مرأة ودي الحروف المقطعة اللي في اول السور اللي جات في تسعة وتلاتين سورة من القرآن وكلها مفاتيح هنشرحها بعدين لان كل معنى ناس قالوا انها لاثبات ان القرآن نزل بلغة عربية ناس قالوا انها اثبات اعجاز القرآن ناس قالوا ديت للتحدي ناس قالوا لاثبات ان القرآن ليس من كلام النبي ولكن من كلام رب النبي الناس قالوا انها للتدريب العبد على الانتسال لها معاني كثيرة جدا هنقولها في حينها إن شاء الله إنما شوف العظم بتاعة الصورة والسمو وانت بتقرأ كده في الآية ثلاثة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استعوا على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون عظم عطاء كرم لما تقرأ في سورة يونس حتجد إنه في بعض الناس بينسى نفسه عشان كده ربنا بيقول في كتابه العزيز في الآية 12 في سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه بيحصل معاك يا سيدنا ولا لا مش الكلام ده بيحصل معاك مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كم مرة كنا بنتزلل إلى الله وإحنا عينين إنه يخففنا وإنه يشفينا وإنه ياخد بيدنا أقول لكم على حاجة إيه رسولة يونس بنفسيكم بقى واستمتعوا وكل واحد يعمل اللي عليه ويتدبر قرآن ربنا لأنها من أمتع صور القرآن ربنا يعلمنا ويعلمكم ويفهمنا ويفهمكم ويخلين من اللي يقال عنهم للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قطر ولا ذلة أوليك الأصحاب الجنة هم فيها خالدون أفخنا الجنة يا أكرم الأكرمين واجعلنا من أصحاب الحسنة وزيادة يا أرحم الراحمين مع فضيلة الشيخ خالد الجندي وارجعنا لكم مرة ثانية على برنامج لعلهم يفقهون مع راديو تسعين تسعين وإحنا الاس ام اس بتاعنا عشان فكركم واحد تسعين تسعة ربنا فقهنا وعلمنا وعناخد الوقت الأسئلة بتاعتكم علشان نحاول بمشاعة الله سبحانه وتعالى نوفي ديونكم لأن السؤال مفتاح العلم أخونا أحمد بعت لنا سؤال شيخ خالد الجندي الموقر حاولت أكلمك بالجامعة لدينا مشكلة كبيرة أريد رقمك وأحدثك خارج الهواء حاضر إن شاء الله بإذن الله حضرتك لو اتصلت بالكنترول خدم الكنترول أو حضرتك حتصل بيك إن شاء الله ورقمك عندي يا أستاذ أحمد واحد أم عابد بعدها بتقول كيف حالك أنا بحبك في الله عايزك تدعيلي يا سيتي كريمك وكفايا احترمك في الله الاحترام عندنا أهم من المحبة يعني 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 أنا بقى أفضل أي مرأة أتكلم أي شيخ ما تقولوش أحبك في الله باحترمك بقى أجلك بدعو الله لك يعني خلينا إيه إن شاء الله ربنا يتقبل ويجمعنا تحت ظلال محباته ورضوانه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ربنا يكريمك يا معابد ويسع عليك ويغفر لك ويرحمك ويحفظك ويحفظ لك أسرتك وبيتك وحياتك يا رب العالمين أستاذة أميمة بتقول أنا أميمة لو سمحت ادعي لي ادعي لمصطفى بالزرية الصالحة وادعي لعلى أختي بالزوج الصالح والله أنا متشكل على عشامكم في الدعاء اللي بقوله ربنا يا رب يكريمك يا علا ويرزقك بزوج صالح يا رب زوج بناتنا يا رب أرزق كل إنسانة تطوق إلى الزواج بزوج صالح أجبر خطر بناتنا يا رب يا رب أجبر خطر بناتنا أجبر خطر كل بنت تريد أن تعف نفسها بطاعتك تريد أن تكون أمًا لها ذرية صالحة تسبح بحمدك وقدرتك يا أكرم من أعطى يا أعظم من نفع يا أعدل من دفع يا أقوى من شافع يا رب العالمين اللهم إننا نستجير بقوتك وقدرتك يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء هب لبناتنا أزواجا صالحين يتقون الله فيهم ويغفر الله عز وجل لهم اللهم إننا نسألك برحمتك وعزتك وقدرتك وجبروتك أن تعطي كل إنسان سؤله وأن لا تحرم من أراد رحمتك يا رب العالمين ربنا يكرم جوزك يا حجة وميمة ويخلي مصطفى يعني يفرح بأولاده منك إن شاء الله بالخير واليمن والبركة والفضل والكرم والعطاء دكتور خالد أنا كنت عايزة أسأل له الواحد عمل ذنب واستغفر ورجع تاني واستغفر تاني وهكذا ممكن ربنا يقبل في كل مرة طبعا يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إحنا لنا مين غير ربنا وهو ده بس اللي عاوز أقوله لحضراتكم يعني هو شوف بص هو لو أنتوا لاحظتم ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وإني لأغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا لا ما قالش كده خدوا بالكم وركزوا في الآية عشان نستطعم القرآن ونتلزز بالآيات ربنا قال وإني لغفار لمن تاب ليه ربنا قال وإني لغفار لمن تاب ما قالش وإني لغافر لمن تاب في آيات تانية قال غفر الزنب وقابل التوب إش معنى هنا قال وإني لغفار لإني غفار على وزني فعال يعني يفيد التكرار إذا كنت أنت صاحب زنوب فربنا غفار كلمة غفار يغفر تاني وتالت ورابع بص بص إلى ما لا نهاية طالما أنت عملت قواعد التوبة قواعد التوبة واحد الندم اتنين ترك الفعل تلاتة العزيمة على عدم العودة إليه أظنني سهلة أقولهم تاني قواعد التوبة واحد تندم لقوله صلى الله عليه وسلم الندم وتوبة اتنين ترك الفعل ما ينفعش أنك تقول الحمد لله أنا بطلت شرب الحشيش وعين قطعة مخدرات عندك في الدرج ليه يقولك هادي بي أحد ما ينفعش إن كنت صادق تخلص منه ما ينفعش واحد يقولك أنا تخلصت من الخمر وإنت لسه حاتت الزجاجة عندك في المكتب يقولك أصلي مستنى هادي بيها لو كنت صادق تخلص منه ما ينفعش واحد يقولك أنا كنت تبط إلى الله بينزينا وإنت عندك كل أرقام التليفونات اللي أنت كنت يعني بترتكب الخطيئة معاهم لو كنت صادق إنساحهم لو كنت صادق ما تردش عليهم لو كنت صادق عملهم بلوك تقدر تعمل بلوك اللي أنت كنت بتغلط معها تقدر تعمل بلوك اللي كنت بتغلطي معاه هو ده السؤال إنما ما ينفعش سياسة عين في الجنة وعين في النار يبقى شوية هنا وشوية هنا راحة هنا وراحة هنا الكلام ده ما ينفعش يعني خلونا نكون واقعيين ما تعملوش زي اللي 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 هربت من اللي اختفت من بيتها وجوزها قاعد يدور عليها وجات له بعد الثلاث تيام قال لها أنت كنت فين واختفت لي عصابة خطفتني وعادت عندهم خمس تيام قال لها يا ست ده انت غيبت الثلاث تيام بس قيت له لا من راحة بكرة وبعد فبعض الناس بيتوب لله بالطريقة دي بيقول لك إيه اللهم اغفر لي وهو حاطت حياتة المخدرات عنده لسه محتفظ مياه في الكوميدينو اللهم اغفر لي وهو محتفظ بزجاجة الخمر يقول اللهم اغفرني وحاطت الأرقام التليفونات لا حتوب يتوب يا ما تتوبش يترجع ما ترجعش شوفوا بصوا الآن بتقول إيه والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله شو بقى اللي جاي دي بقى ركز معاي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أقول هلك دي تاني ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يبقى الإصرار بينفي الاستغفار الاستغفار بينفي التوبة الاستغفار بيعطل المغفرة انت حر فلما تيجي التوب لازم تكون صادق النية والعزم والإرادة انك ما تعملش كده تاني وتقطع الحبائل والوصائل والطرق والعلائق اللي بتوصل بينك وبين الزمد هنا بقى تكون انت راجل مجدع يبقى انت أو ست مجدع يبقى انت فعلا ناوي انك تتوب إلى الله وتتعامل مع الموضوع بجدية انما التراوى واللين والحتة هنا وحتة هنا وعن في الجنة وعن في النار مايلزمش ماينفعش مايشفعش مايجبرش ماينفعش مش هتقدر انك انت تقبل مغفرتك يبقى لما تتوب بهذه العناصر واحد الندم اتنين ترك الفعل تلاتة ايه اوعى تنسى العزيمة على عدم العودة إلى الفعل طب افرض عملتلك التلاتة دول ها خد بالك بقى وركز معايا ورجعت تاني اعمل التلاتة دول تاني طب افرض رجعت تالت يا عم الشيخ اعمل التلاتة دول تالت بحيث اني برضو كل مرة تكون ناوي ما تعملش انما كونك تعمل بقى تاني او او تقع في المخطيقة تاني معلش كله ابن ادم خطاء وخيره خطائينا التوابون محدش فينا بيسلم من المعاصي احنا خطائين احنا معدنا كده احنا طريقتنا كده هو ربنا نفسه خلقنا وهو يعلم عننا ده هي الملايكة لما قلت له اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسلك الدماء ونحن نصبحه بحمدك ونقدسه لك هو ربنا نفى لا ما نفاش دليل ان احنا هنعمل ده دليل ان احنا هنقع في ده دليل ان احنا معجونين على ده فما يعني بلاش تسعد المسائل المسائل ده تتكرر معنا كلنا الزنوب المعاصي الاسام الخطايا هو الانسان طبيعته كده هو ما فيش حد يا جماعة العصمة بعد الانبياء ما فيش فلازم نكون ان الاسمة لا تكون الا لنبي احنا لازم نكون صادقين مع نفسينا عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام عد على سيدنا ابي ذر قال له لا مهموم قال له ما لك يا ابا ذر قال له اني مريء خطاء قال له اذهب واستغفر قال له اعود واذنب قال له عود واستغفر قال له اعود واذنب قال له عود واستغفر ابو ذر قال له اذا يكثر خطأي قال يا ابا ذر اعلم أن رحمة الله عليك أعظم من اكثارك على نفسك بالذنب الله 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 وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى جددوا نعيتكم مع الله جددوا توبتكم مع الله اوعتي أسهم الرحمة الله قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقونتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه إيه إنه والغفور الرحيم سبحانه وتعالى جل وعلا لازم يكون صادقين وإوعتي أسهم الرحمة الله ولازم يكون عندك النية النية بالمغفرة والعفو والكرم إن شاء الله بإذن الله ربنا يغفر لنا وغفر لكم ويعفو عنا وعنكم عندك سؤال دلوقتي واحد يقول هل ممكن أعمل عمر بالتأسيط وأنا مديون لناس بمبلغ لو كانت معاد سداد الدين آه بالمناسبة السؤال اللي فات دوت بتاع التوبة التوبة ديت لو كانت متعلقة بحقوق الناس لازم تتردلهم حقوقهم ما ينفعش واحد يسرق الناس وقولك خلاص أما توب ما ينفعش واحد ينصب على حد وقولك طالما إيه أنا حبيتها توب أتوب لا لابد لو كانت الظروب خاصة بك أنت بينك وبين ربك قلت لك ثلاثة الندم ترك الفعل العزيمة على عدم العودة إنما لو كانت متعلقة بحقوق الناس أرجوك ضيف ليهم شرط رابع إنك ترد الحق الأصحابه يقول صلى الله عليه وسلم يغفروا للشهيد كل ذنب كانت قد اقترفاه في حياتي إلا الدين علشان كده ديون الناس أمر ما فيهوش فيكاك ولا خلاص ديون الناس أمر ما فيهوش خلاص استرد اللي أنت ما ديون لهم استرديهم يعني اطلب منهم الصفح أو الإمهال أو الإنذار أو التأجيل أو بيقولوا عليه إيه إنه سيستم الدين يعني يمرحله ينظامه يجدوله يا سيدي زي ما بقوله في الاقتصاد في نشرة الأخبار فلما يجدول دينك يبقى في هذه الحالة تقدر تعمل عمرة طالما أنت فيه سيستم بتسدد عليه لأنه لو قلنا إن أي واحد ما ديون ما يطلعش عمرة يبقى في هذه الحالة ما فيش حد حيطلع خالص لأن ما فيش حد حضرتك مننا مش مديون إنما الديون المنظمة اللي هي أقصات السداد متعتبرش من الديون لأن إحنا كلنا عندنا كل شهر فطورة تليفون فطورة موبايل فطورة المية فطورة النور فطورة الغاز مش كده دي مصاريف بتتدفع كل شهر حضرتك يبقى بالشكل ده إحنا مديونين شهرية لما نطلعش عمرة لا يبقى طالما الدين مجدول اتوكل على الله إنما لو حلم عاد الدين وتعصرت في السداد لازم قبل ما تخرج وتسافر تستأذن إلي دينينك علشان تبقى عمرتك صحيحة ما انفعش تستنف في الناس وتخلع على البيت الحرام لا يا بطل لازم تجينا وتقعد معنا مش يقول لك إيه يلا بركة يا جامع إن جات منك ويخلع ويسيب الناس لا عاوز تروح للبيت الحرام طهره الله وشرفه الله وأكرمه الله سدد اللي عليك الأول لو كان الدين معاده حل إنما لو عليك أقصات ما في مشكلة ربنا يتقبل منك ويسد عننا وعنك قولوا أمين آمين ورجعنا لكم مرة تانية على راديو تسعين تسعين وبرنامج لعلهم يفقهون وإوعوا تنسوا الإس إم إس بتاعنا واحد تسعين تسعة يا رب تكونوا فكرين المعادل لكل شوية فكركم به 62 يوم على رمضان يلا جهزوا نفسيكم يلا شدوا حزامكم يلا هم همتكم العالية خلص سفرياتك خلص مسئولياتك خلص مشغولياتك نظم وقتك امليلك صلي الربك اقرأ قرآنك سبح سيدك المهم ارجع لله سبحانه وتعالى يلا نكمل الاسئلة الجميلة لحضراتكم سايبن هنة السلام عليكم يا شيخ خالد انا آية عايزة اعرف يعني ايه اعوذ بك من عذاب النار واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من المسيح الدجال انا بقره بعد كل تشهد ممكن تفسر لي يعني ايه الكلام ده وادعي لي بالهدى يا شيخ خالد ربنا يا بنت يهديك يا آية انت وكل مستمع ومستمع اقوله امين يا رب سهل لنا سبل الهدى من عندك اكرم الاكرمين اجعلنا مرضيين راضين اجعلنا من عبادك المهديين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا مكروبا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سطرته ولا جاهلا الا علمته ولا سائلا الا اعطيته ولا ظالما الا دفعته ولا مظلوما الا انصفته ولا سائلا إلا منحته ولا مزنبا إلا سطرته ولا عاصيا إلا هديته ولا ولدا إلا هديته ولا ولدا إلا كفيته ولا ولدا إلا وقيته ولا ولدا إلا رقيته ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته ولا والدا إلا رحمته اللهم أمين اللهم أمين السؤال بتاعك مهم جدا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل تشاهد يا جماعون اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يعني إيه أعوذ بك من عذاب جهنم ما هو ربنا ما خلقش النار إلا عشان تخوفنا ما هو ربنا ما خلقش النار إلا علشان في ناس ما بتجيش إلا بأرصة الودن العبد تقرعه العصى والحر تكفيه الإشارة فيه ناس ما بتتخدش إلا بتسك على المخ لازم يخاف وفيه ناس الكلمة اللذيذة الكلمة الطيبة زي حضرتكم كده كلمة طيبة بالفوائك كلمة طيبة صحيحة إنما خلنا نكون صرحة بعض الناس لا يتعلم من الطريق السهل بعض الناس لا يحب أن يتعلم ويأخذ الدرس إلا لو حصل له حادث لو جاله مرض خطير لو جات له مصيبة لو ربنا صلت عليه ظالم ولا جبار ما هو ده اللي بقولك عليه خليك عبيد إحسان ما تبقاش عبيد إلزام أقولها تاني خليك عبيد إحسان ما تكونش عبيد إلزام فيه ناس بتيجي بالإحسان الإنسان صانيعة الإحسان لذلك فيه واحد تكلمه عن الجنة يا سلام يبكي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله واحد يسمع سرة الجنة يبكي تذرف عيناه بالدمع ويضطرب قلبه ويخفق وتخفق نفسه بالإجلال لله سبحانه وتعالى ربنا يقول وإذا ذكر الله وحده إشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون شوف العكس بتاعك إزاي برو عليه الإكستريم بتاعك العكس بتاعك تماما فيه ناس لما يذكر الله ربنا سبحانه وتعالى بيعرف بينور قلبه بيشعل روحه بالمحبة بيملى نفسه بالمحبة والرضا بيملى نفسه باليقين والسلام والهدوء ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون خد بلك من القرآن وحلوة القرآن قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون خليك مع الله يتضبر عليك حالك يصون عليك عرضك ويصون عليك مالك ففي عبد بييجي معك بالجنة وبيلين بالجنة وسط الجنة وأنهار الجنة ورحيق الجنة وعيون الجنة وأعناب الجنة وطيور الجنة هو دا اللي يغريه يغريه إنه يبقى مضطائع لله لإنه بيحترم نفسه لإنه عنده قلب مولع بالرحمات عبد رحموتي عبد عنده حالة من حالات الرحمة إنما فيه واحد تاني موجودين لازم يترعب لازم يتهدد لازم يشوف وصدننه العقاب قدام عينيه أهو دا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيدل دا نوعه ويدل دا نوعه يقول لك بص إيه نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله على الآية النبع بعدين رحين إيه وأن عذابي هو العذاب الأليم شفت بقى الكلام إيه دا اللهم ملطف يا رب يعني 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 طب احنا عوزين كده ليه طب تخال انت لما تسمع الآية لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز وافر الذنب الله وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إلهي المصير أهو في من دا وفي من دا اللي عاوز من دا يلاقي واللي عاوز من دا يلاقي وانت اللي حتحدد مصيرك وانت اللي بتوضح مستقبلك وانت اللي أضرب نفسك بالي الإنسان وعلى نفسيه بصيرة ولو ألقى معاذيرة كل واحد أضرب نفسه وانت حر هنعمل لك إيه ونفهمها لك إزاي دا موجود ودا موجود يبقى الإنسان لازم ياخد باله من نفسه فعلشان كده لاحظ المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ولذلك ما فيش واحد عائل يسمع عن جهنم إلا هو لازم يتوب لأن احنا مش قد عذاب جهنم ولا نار جهنم ولا صراط الجهنم ولا سلاسل أهل جهنم ولا عذاب أهل جهنم ولا زرقة وجوه أهل جهنم ولا ولا إيه ولا تلاوم أهل النار ولا شؤم أهل النار ولا بعد أهل النار عن عزيز الغفار أرجوك اوعى تدخل النار ما رأيت مثل النار نام طالبها ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام هاربها اهرب من جهنم اهرب من جهنم ما تعرضش نفسك لعذاب النار أذا كان الأنبياء كانوا بيستعيزوا يا أخي تخيل ان كل يوم ما من يوم تشرق الشمس فيه يستعيذ العبد فيه من النار سبع مرات الا وقالت النار اللهم اعظه مني يعني كل يوم سبع مرات تقول اللهم حرم جسد على النار اللهم نجيني من جهنم تلقى النار بتقول اللهم اجيره مني وما من عبد يصبح فيسأل الله الجنة سبع مرات الا وقالت الجنة اللهم هبني له وهبه لي يعني كل يوم تقول يا رب سبع مرات كده اللهم ادخلني الجنة يقول كده اللهم ادخلنا الجنة 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 سبع مرات ان شاء الله الجنة تدعي ولذلك في الحديث ان الجنة لا تتحصر على كل ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر فيها ربه اعرف مصلحتك اعرف اتجاهك ايه لازم تاخد بالك من مستقبلك بنفسك عشان كده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلننا بعد كل تشاهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر آه في عذاب قبر سيبك بقى من الناس اللي المخام طرقع دي اللي عام يقولك إيه لا أصلا ما فيش عذاب قبر لا يا حبيبي في عذاب قبر اقرأ السلط غفر انت تعرف يعني إيه في عذاب قبر ربنا بقول فوقه الله سيئات ما مكروا وحاق بقال فرعون سوء العذاب النار ويعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب طب يا جماعة الآية واضحة هو انجليزي ده لغة أنزناه قرآن عربيا ده ربنا بقولك أنزناه قرآن عربيا فلما ربنا سبحانه وتعالى يقولك بنص الآية النار ويعرضون عليها غدوا وعشيا بصبه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى دايوم دايوم ده عذاب مختلف عنده فالحياء لابد ان احنا نعلم عشان ان ده النبي في كل صالة صلى الله عليه وسلم كان بيفتعز بالله من عذاب القبر ربنا ينجيكوا ونجيكوا من عذاب القبر يا رب العالمين اللهم انا عوض بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات عجبني اول مصطلح ده فتنة المحيا هو فيه فتن اكتر من الفتن اللي نحن عايشينها ده يقول لك سيات على الناس زمان يمس الحليم وفيه حيرانة بيقول لك سيات على الناس زمان يحصيد الحي وفيه الميت يعني بتحصد الميت تقول لك ارتاح بنسمي الميت بتاعنا المرحوم يقول لك حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقولوا يا ليتني كنت مكانك شوف لدرجة ايه هنيانك يا بختك يا لتني كنت مكانك هو دي الحقيقة سيات على الناس زمان القابض وفيه على دينيك القابض على جمرات من النار ياخذ ده كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعاء استعاذة لزمان اللي احنا عايشينه دلوقت احنا محتاجين ان احنا نفهم ده افهم ركز ده اقول حسن دي نعمة من الله ان ربنا يكون عندك بصيرة تبقى شايف المستقبل فين اللهم انا عذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ايه وعن تموت على معصية ايه وعن تموت على ما يغضب الله يا ايها الذين امانوا اتقوا الله حق تقاطه ولا تموتنه لو انتم مسلمون هو ده الكلام انما بقى ايجي الدعوة لبعديها من فتنة المحيا والمشار من فتنة المسيح الدجال هي ولا مرة جات في في الحديث الصحاح يعني المسيخ لا هي في الحديث الصحاح الاصح يعني جاءت المسيح الدجال المسيح الدجال ده عشان يفرق بين سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه سلام الله سيدنا المسيح عيسى ابن مريم ليس دجالا انه نبي من انبياء الله وعبد الله ورسوله انما احنا بنتكلم على المسيح المسيح الدجال بقى التاني اللي حيظهر معجزات معجزات يعني يقولك ايه عن يمينه جنة وعن يساره نار وجنته نار وناره جنة يقول للارض اخضر تخضر يقول السامة مطاري حتمطر عنده معجزات بيأتي بالرجل يشقه نصفين كل ده على سبيل التخييل انما مش هكتشف ده الا اهل الايمان المسيح الدجال ده شخصية حيأتي بالخوارق النوعية اللي قلبها مهزوز وضعيفة الايمان بيجي قدام الخوارق تنهار قواه الايمانية بيحكم على الرجل انه والي ولا مش والي من خلال الخوارق الطبيعية اللي تجري على ايده وده خطأ لازم توزن الانسان بميزان الدهب اللي هو ايه ميزان الكتاب والسنة ما توزنش الواحد باي ميزان تاني بانه بيأتي بالخوارق لان الخوارق دي قد تكون خداعين او معاونة شياطين عشان كده سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه بيقول اذا رأيتم الرجل يسير فوق الماء ويطير في الهواء ويأتي بخلاف كتاب الله وصنة رسوله فاعلموا انه شيطان يا سلام يا اخي والله اجمل دعاء ممكن ندعيه بعد التشاهد وابل التسليمتين اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال امين لعلهم يفقهون مع فضيلة الشيخ خالد الجندي على راديو تسعين تسعين اي اي لعلهم يفقهون مع فضيلة الشيخ خالد الجندي وارجعنا لكم مرة تانية وبرنامج لعلهم يفقهون على راديو تسعين تسعين وانصف فكركم بالاس ام اس بتاعنا واحد تسعين تسعة وحفكركم مش حبطة لا فكركم فاضل اتنين وستين يوم على رمضان شد حيلك ايها الانسان شد حيلك ايها الكريم ايها المصلون ايها القراء يا اهل الطاعة يا اهل الله يا احباب رسول الله صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اهله وصحبه وسلم حان وقت الجد حان وقت الاجتهاد حان وقت قيام الليل حان وقت التوجه الى الله الصلاة يا مؤمنين العبادة يا مؤمنين ارجعوا الى التسبيح الى صلة الارحام اكروا الطعام افشوا السلام صلوا الارحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام اغترم دنياك قبل اخرتك اغترم حياتك قبل موتك اغترم شبابك قبل هرمك اغترم فراغك قبل شغلك اغترم صحتك قبل سقمك اغتنم كل شيء تستطيع أن تغتنمه واجعله سلما لطاعة الله إن لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنى تخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنى ربنا يغفر لنا ولكم يا رب العالمين طيب معانا سؤال أخونا أو حد بعد أسألكم الدعاء لخالد محمد علي ابن أخي أسألك الدعاء لخالد محمد علي ابن أخي 13 سنة صدمته السيارة منذ 75 يوم لا حول علاقات إلا بلا وهو في غيبوبة حتى الآن وعلاجه هو الدعاء وعلاجه هو الدعاء الله على الكلمة وعلاجه هو الدعاء هو أرحم الراحمين هو أكرم الأكرمين هو غياس المستغسين يا غياس المستغسين أغسنا يا غياس المستغسين أغسنا والله يا حضرات المستمعين والمستمعات أستحلفكم بالله تأمنوا معي أستحلفكم بالله تقولوا أمين معي يمكن واحد فيكم موصول الدعاء مع الله يمكن واحد فيكم لخطر مع ربنا يمكن أم سمعاني دلوقتي ولها دعوة مجابعة عند الله يمكن شاب صغير ولا ولد صغير تائب الى الله او بيذكر الله يفتح باب مع ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا المعجزة دي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء يمكن واحد في شغله كادح وعامل وتعبان وعرقان وبيعمل الشغل اللي عليه علشان مرضات الرحمن دعوته مجابلة انه والي من الاولاي الصالحين يمكن واحد فيكو خارج يسوق عربيته على لقم تعيشه عشان يأكل عياله حلال كل واحد فيكو يكون مستجاب الدعوة احنا في حال الطوارئ لحد بيستغيث بينا اسمه خالد محمد ابن اخو صاحب السؤال او صاحب السؤال عنده 13 سنة وعربية صدمته الولد في غيبوبة بقاله 75 يوم لا حول لقوة الا بالله اللهم فرش كربه اللهم فرش كربه اللهم فرش كربه وكرب اهله اللهم فرش كربه وكرب اهله اللهم رده الى بيته سالما غانما امنا اللهم رده الى بيته سالما غانما امنا اللهم ان نسألك اياه نعمة من عندك ورحمة من لدنك يا رب العالمين اللهم انك لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء فأرن فيه آيات معجزتك اللهم كما قدرت عليه البلاء فأنزل عليه الدواء اللهم كما قدرت عليه البلاء فأنزل عليه الدواء اللهم كما قدرت عليه البلاء فأنزل عليه الدواء اللهم رده إلى أهله وإلى أمه وإلى أبيه وإلى إخواته سالما غانما يا رب العالمين من غير ضراء مضرة من غير ضراء مضرة من غير ضراء مضرة اللهم إنك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إن نسألك باسمك الأعظم وبصفاتك العلى وباسمك الأعلى والأعظم الذي ما دعوناك به إلا أجبتنا وما سألناك به إلا أعطيتنا وما استنصرناك به إلا نصرتنا وما تقوينا به إلا قويتنا وما طلبنا منك دعاء إلا أجبتنا اللهم يرده إلى بيته سالما غانما يا رب العالمين اللهم اشفي خالد محمد علي يا رب العالمين اشفيه بشفائك عفيه بمعافاتك أكرمه بكرمك من عليه بجودك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستاذة غادة بتقول أريد التحدث مع الشيخ خالد عن الهجمة التي يتعرض لها الشيخ هذه الأيام مع من يقال عليهم مثقفين ورقم كذا يا غادة بنتي يا شوفي بصي أنا حفكركم حاجة عشان تبعوا عارفة إحنا كما شيخ يعني أي واحد أي واحد بيشتمنا أو بينال من أعراضنا أو خلافه الحقيقة إحنا بناخد من حسناته وبياخد من سيئاتنا هو حر سيدنا علي لما كان بيتشتم قصاد المسجد وساكته لما لم ترد عليه قال أمنع ورزقا ساقاه الله إلي ياخذ من سيئاتي واخذ من حسناته إحنا محتاجين إحنا زنوبنا كتير إحنا محتاجين أي حسنة اللي عاوز ياخد ياخد يا رب تصدقنا بأعراضنا على من أشاء اللي عاوز يتكلم يتكلم اللي عاوز ياخد ياخد لكن أهل الإيمان والدين اللي زيكم اللي أنت عارفين إنهم ما بتصدقوش يامت قال على مشايخ ويتامت قال على دعاة ويامت قال وانتقصوا من أقدرهم ما هو رب بصه شوفوا ربنا أقول إيه شوف إن الذين مين أجرموا إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمانوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يعني المجرم دايما كده بيتحاول يتهكم على أهل الإيمان يحاول يتطور عليهم يحاول يتحرش بهم إنما هنعمل إيه حسبنا الله ونعمى الوكيل وأوكرنا أمورنا إلى الله عز وجل الحمد لله وإنت تصبر وتتقه فإن ذلك من عزم الأمور واحد بيقول أنا بسب الدين وقت النرفزة من ابني أو النرفزة من أخويا وبصلي الفرض بفرضه أعمل إيه وما حكم الدين طب أرد عليها أقول له إيه ده بقى حضراتكم طب يلا ساعدوني بقى أرد عليها أقول له إيه أو تفضلوا واحد بيسب الدين وأتطاول سب الدين ده أنا أخده بالكم إحنا أنتوا فاكرين العهد اللي إحنا منتفقين عليه مع بعض العهد اللي إحنا منتفقين عليه مع بعض نحكم على الفعل ومش الفاعل على القول ومش القائل على المكتوب ومش الكاتب على المعتقد مش المعتقد على الفكر مش المفكر على الرأي مش على صاحب الرأي شفت كم واحد احنا بنحكم على الفكر وعلى الرأي وعلى المكتوب وعلى الفعل وعلى القول انما الفاعل والقائل والكاتب والمفكر وكل دون لا علاقة أنا نبي فلو لقينا واحد بيسب الدين نفهمه مش نقوله يا كافر نقوله اللي بتقوله ده كفر شوف الفرق بابلي لفظين لو لقيت واحد بيعمل معصية ما تقولوش يا فاسق قلو اللي بتعمله ده فسق الفعل نفسه اسمه فسق فسب الدين كفر كفر الحقيقة كفر مخرج من الملة يعني لا امتا بيعمل ايه واحد كفر من الملة له توبة ولا مالوش له توبة ونص وثلاثة اربع اوعوا تسمعوا الطيار العنيف الطيار السياسي اللي كانوا خطفين البلد اللي ييجي قولك لا مالوش توبة معرفش ايه لا ده سب الدين له توبة ده شانا اقول لكم طالما العبدة صدقت توبته فاكرين في اول الحلقة قلنا ازاي نتوب توب الى الله اي زم اسمه اسمه حتى الكفر والشرك طالما انت توبت الى الله قبل ما تموت ربنا بقول واني لغفاره لمن تابه وامن وعمل صالح التوبة دي بقى يا مولانا موجودة في كل حاجة احنا بس اللي كنا عاوزين نقفلها في وش الناس في بعض الناس عاوز يقفلها في وش الناس خلينا كلمك بصراحة نقولها كمان مرة نقولها كمان مرة في بعض الناس عاوز يقفلها في وش الناس مش عاوز حد يتوب مش عاوز حد يرجع الى الله سبحانه وتعالى يا مولانا ده ربنا لما بيكلم على بعض الناس وقال ايه أولئك ألعنهم الله والعنهم اللعنون اللي بيحرفوا في الكتب السماوي أولئك ألعنهم الله والعنهم اللعنون بعدها أقول إلا الذين تابوا لما بيتكلم عن أهل جهنب والخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون أل بعدها إلا الذين تابوا لما بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أل بعدها إلا الذين تابوا لما ألوا لهم في الأخيرة عذاب عظيم أل بعدها إلا الذين تابوا لما ألوا لهم في الأخيرة عذاب عظيم لما قال وما يفعل ذلك يلقى أثامة قال إلا من تاب لما قال فسوف يلقون غي قال لك إلا من تاب لما قال والذين عملوا سيئات قال بعدها ثم تابوا لما قال فلهم عذابوا جهنم ولهم عذابوا الحريق قال ثم لم يتوبوا ما خلاص بقى ده النبي قال كل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابون وإحنا إلينا حد غيره إحنا إلينا حد غير ربنا أن نتجعله إحنا ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتهب من الذنب كمان لا ذنب له إذا كان نص تمرة يبعدك عن النار إذا كانت صدقة تطفئ غضب الرب إذا كانت كلمتان خفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا كان صيام يوم يبعدك سبعين عام عن النار إذا كان الوضوء يزيل الجوارح من خطاياك إذا كان الحسنة بتتضاعف لعشر أضعاف ليه بي نعتقد إن الجنة بعيدة ما تيجو نتوب ما تيجو نرجع لعلام الغيوب ما تيجو نرجع لله سبحانه وتعالى ونتوب يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعص الهوى فإن الهوى فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نحي بمصره آثار موتانا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ما تقول معي أمار تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وعذمنا وعذمنا على أننا لا نعصي لها أبدا اللهم اقبل توبتنا وامحو خطيئتنا واغفر زلتنا وبارك لنا وبارك لنا وبارك لنا في عافيتنا وصحتنا وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام التائبين وقدوة الزاهدين والعابدين وعلى آله وصحبه وسلم لعلهم يفقهون مع فضيلة الشيخ خالد الجندي على الرديو تسعين تسعين أرى العبادة اليوم تفرقوا ودمائرا بالظلم تحجرت مهما بكوا استغفروا وتصدقوا لغازة يغنية القلوب تفرقت يا رب كل الناس اشرح صدور الناس لعلهم يتقوا لعلهم يرجعون لعلهم يفقهون